عظيم عندما نستصبح بلا إله إلا الله محمد رسول الله إنها كلمة التوحيد هلا والله هلا بسلمان إنها كلمة التوحيد كلمة السعادة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الإسلام من قال لا إله إلا الله في آخر حياته لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة هذه الكلمة العظيمة اللي لازم تردد فيها ألسنتنا اللي عودونا فيها أبوي و أبوك و أمي و أمك من يومنا صغار لا إله إلا الله اذكروا الله هذا هو ترى الطمأنينة ترى الضغوط النفسية و الأمور الاجتماعية في الضغوط الاجتماعية و غيرا نحس بها ترى من الأشياء اللي تساعدنا في نزول تلك المشاكل النفسية ترى ذكر الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن الخنوب السلام تذكر ربك إن شرح صدرك تذكر ربك تسقط الهموم تذكر ربك تزيل عنك الشياطين و الغضب و الزعل و النكد و الحسد و الغل و كل و الضغينة إنه ذكر الله سبحانه وتعالى ما نستصبح بذكر الله و استمسى بذكر الله فيجعله الله سبحانه وتعالى من الذاكرين يا السلام ألا بذكر الله تطمئن القلوب أذكر والله قلوا لا إله إلا الله ايه خلي الشياطين تبعد عنك سلام أذكر الله و من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه الله أكبر الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات أثنى الله عليهم الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم يا السلام يا سلام الله يجعلنا و إياكم من الذاكرين و من الشاكرين ألا بذكر الله تطمئن القلوب حياكم الله في برنامج كريزم الحكمة يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التالية